السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لها يوم الجمعة 19 نيسان إبريل بما أنه اليوم توقعاتنا لها يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة ثلاثة وثمان دقائق من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها للميزان القمر الآن موجود في منزل تلعواء ورح يظل موجود في منزل تلعواء طيلة اليوم ولغاية الساعة وحدة بعد منتصف ليل الجمعة على السب بتوقيت جرينج القمر الآن بما أنه موجود في برج العذراء أو اليوم موجود في برج العذراء معناته اليوم منكون على طبيعتنا الجادة نولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزنها منذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل من دقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس في هاي الفترة نادرا إنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي لأنه بالفترة هاي بيكون العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر حاولوا أنك تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه بيكون فيه أوجه وهاي الفترة هي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهو وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين إذا نستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هاي الزاوية فممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع الدعوات أو السفريات أو الأمور اللي تتعلق بالتسلية بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم والحلقة طبعا صارت موجودة على القناة لهذا الحدث وهي انتقال الشمس لبرج الثهرة الشمس رح تنتقل الساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش رح تنتقل لبرج الثور ورح تستمر وجودها في برج الثور لغاية الساعة اتناش وتسعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين عشرين خمسة يعني رح تبدأ فترة أعياد ميلاد موليد برج الثور فمنقول لموليد برج الثور كل عام وأنتم بكل خير طبعا خلال الفترة القادمة من ميل المحافظة على ممتلكاتنا مندرس خطواتنا قبل التنفيذ منعشق جمال الطبيعة من ميل للبناء والتعمير والمساكن الاهتمام بالدكورات وبالذات بيشعروا موليد برج الثور بوضع صحية أفضل من السابق بيقبلوا على عملهم بهمة ونشاط بيستفيدوا مع موليد برج الثور طبعا الأبراج الترابية والأبراج المائية يعني العذراء الجدي السرطان والعقرب والحود طبعا أقل الأبراج بالفائدة هاي رح يكونوا اللي هم موليد برج العقرب لأنه رح يكون مقابلهم تماما فبنصح أنه تسمعوا الحلقة الكاملة لأنه نحكي فيها بتفاصيل أكثر بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال وهي زاوية التسديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة عصرا بتخلق جو من التسامح بحيث أنه نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العون لإلهم برضو بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء تجلبنا السعادة العاطفية وبرضو بتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة مساء من واجه مصاعب وعراقيلة بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيعة زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 وخمس وخمسين دقيقة مساء منكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا البنكرياس والهمعاء الدقيقة الهعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية لازم نوفر لها العناية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب طبعاً لا تصلح للعمليات الجراحية الكبرى لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في العذراء اليوم خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 12.19 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد ورح يستمر لغاية الساعة 3.8 دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الأحد لا يستقر القمر بعديها في الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 11 يوم في تمام الساعة 12 و14 دقيقة ظهراً بصير 12 يوم نسبة الإضاءة 86% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل ورح تنتقل للثور ورح تظل موجودة بالثور ليوم 25 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 15% القمر في العذراء حتى يوم 21-4 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% ساعات العاصر بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25-4 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 30-4 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 29-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد عندكم وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من عمالكم فبتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم أيضا حاولوا إجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل للاتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا إساءة للأصدقاء أو للشركاء أو للزملاء وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم أو بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا وبتشعروا بالطمأنينة والراحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشغلوا اليوم في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن عشان هيك التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة أهم مش إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو الصرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم إشي أنك ما تتسرى في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيح على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكون مميز بأداءك لأنها هاي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد في نوع من أنواع الحماسة عندك ووضوح في الأفكار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيتطلب منكم اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وممكن يسيطر التعب على البعض منكم فانتبهوا لصحتكم ممكن تفكر في إلغاء المواعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة عندك لحد الركود وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جداً ومخيبة للآمال لأن القمر موجود في بيت متعبك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطه اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع في المشاركة وإلعب دور بنا تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية بتكون واضحة وما بجوز تتجنب اتخاذ القرارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بغسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك واتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم عمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتنشطه في السفر والاتصالات ولكن بتكون أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن أنت عندك اندفاع وعندك حماسة رح يترك وأجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها واجزك فترة إيجابية جداً فما تضيع عليك الفرص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم متى بتتفحصوا حساب مالي مشترك أهمش أنه تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط به وإبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتتركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة كونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم ونسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هاي الفترة لأن الضغوط كبيرة والأوضاع شوي ممكن تكون صعبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء